هروح للسكواش مصطفى عسل لعبنا زي ما حداكم عارفين مصطفى تعرض للفتر فادي للإقافات متعددة خليته أتراجع شوية في التصنيف العالمي بدأ يشارك تاني في البطولات راح شارك في بطولة ماليزيا ماليزيا للسكواش نجح بشكل كبير انه يوصل لقبل النهائي يعني مباراته كانت مع الهندي في دور التمانية سوارف جسال وستطعني فوز 3-0 وجاءت نتيجة الأسوار 11-4 11-2-1-6 في مطش استمرت 43 دقيقة مصطفى هيلعب في مباراته قبل النهائي مع الهندي راميت تندون واللي فجر مفاجأة كبيرة بفوزه على الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-2 في مباراته استمرت 76 دقيقة الهند على فكرة أنا فاكر لعب سكواش كان اسمه جانشير خان تقريبا ده كان بطل عالم باكستاني نقاس باكستاني الهند وباكستان يعني متميزين جدا لغاية ما مصر داخت اللعبة يعني الهند وباكستان قاعدوا فترة طويلة جدا للمتسايدين اللعبة دي أنا فاكر جانشير ده كان يعني بقعد أستنى بالليلة أتفرج عليه كنت تفاكره كان بلب الشرطات كده قصيرة شوية كنت تدي الموضة وكنت يعني بقال لها قصة معينة كده وكان الحقيقة بيبقى وقاعد يمكن 87 سنة بطل عالم مصر لما دخلت بقى السكواش يعني بأمانة اكتسحت الدنيا كلها ودخول السكواش الأولمبياد في لوس أنجلوس إن شاء الله 20-28 فرصة كبيرة وإضافة قوية جدا لنا طبعا أكيد هيكون فيه رجال وسيدات مبدئين يعني هو هيبقى دي مدليتين لازم اتنين دهب يعني أنت عندك رجال مفيش مهوق مفيش زوجي في السكواش مفيش مفيش ما بتلعبش زوجي هو لأنه هو أصلا يعني ملعب داية فنفيحش تلعب يهبقى أربعة في الملعب إزاي البدل بتلعب بزوجي إنما السكواش فرد فالنهاردة هيبقى عندك رجال وعندك سيدات بسم الله الرحمن الرحيم كده مش هنتنزل على مدليتين دهب لازم يكون التخطيط من دلوقتي للاتحاد مين هيبقى في الطب في 20-28 مصطفى عسل أتصور هيبقى في الطب ليه إحنا النهاردة بنتكلم خمس سنين كمان جايين مصطفى عنده 21 سنة 22 سنة كمان خمس سنة هيبقى عنده 26 27 سنة هيبقى في عزه فالنهاردة مصطفى عسل ده أحد يعني زي ما بيقوله المرشحين الأوائل إنه يجيب لي له مديلة دهب وهو وصل بكم بطل عالم فالنهاردة لازم نرعى مصطفى عسل واثنين ثلاثة زيه بحيث إنه إحنا نوصل 28 يبقى عندنا ثلاثة أربع العيبة هم دول اللي إن شاء الله ممكن وكذلك في السيدات وحزازنا برضو عالية في السيدات طيب مصطفى عسل البطولة دي راحة في ماليزيا دي مجموعة جوائزة 51 ألف دولار مصطفى عسل يعني محتاج بطلات من دي لما منها نقاط عشان يرجع تاني يخش في المربع الزهب الكبير في الترتيب عشان يقدر يرجع لمكانه الطبيعي كبط العالم الإقافات أخرته لعبة تانية لعبة بطلات جمعت نقاط ولكن حسن في بداية الموسم مصطفى إن شاء الله يتعلم أكيد من الظروف اللي فاتت دي وتزيده أكيد تحدي